سباح الخير كيفكم يا سادس كيف العطلة معكم ان شاء الله مبسوطين اليوم ان شاء الله سوف تحدث عن حجة الوداع وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام حجة الوداع اول شيء من نعرف شو هي حجة الوداع ومتى كانت حجة الوداع هي اول واخر حجة حجها الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت في السنة العاشرة للهجرة اذا اول واخر حجة للرسول عليه الصلاة والسلام وكانت في السنة العاشرة للهجرة طبعا سميت بحجة الوداع لانها كانت اول واخر حجة للرسول عليه الصلاة والسلام الرسول طبعا جهز المسلمين حتى يشرح لهم احكام الاسلام وخطب فيهم خطبته المشهورة طبعا هاي خطبته اتضمنت قيم دينية واخلاقية كبيرة هلأ رح نشوف مقدمة الخطبة كانت ايها الناس اسمعوا قولي فاني لا ادري لعلي لا القاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف ابدا هاي كانت بداية الخطبة هلأ مص الخطبة كان ايها الناس ان دماءكم واموالكم عليكم حرام الا ان تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا وانكم ستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم وقد بلغت فمن كانت عنده امانة فليؤدها الى من اتمنه عليها وان كل ربا موضوع ولكن لكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون قضى الله انه لا ربا وان ربا عباس بن عبد المطلب موضوع كله وان كل دم كان في الجاهلية موضوع وان اول دماؤكم اضى دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وكان مسترضعا في بني ليس فقتله هذيل فهو اول ما ابدأ به من دماؤ الجاهلية اما بعد ايها الناس ان الشيطان قد يعس ان يعبد في ارضكم هذه ابدا ولكنه ان يطاع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من اعمالكم فاحذروه على دينكم طبعا كان في تكملة خطبة الرسولي الصلاة والسلام ونهايته كانت ايها الناس اسمعوا قولي واقلوا تعلمون ان كل مسلم اخ للمسلم وان المسلمين اخوة فلا يحلوا لمرئين من اخيه الا ما اعطاه عن طيب نفس منه فلا تظلمنوا انفسكم اللهم هل بلغت قالوا اللهم نعم فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام اللهم اشهد طبعا رسول عليه الصلاة والسلام اشار في خطبته للكثير من القضايا المهمة اللي هلأ قرأناهم اول شيء اتحدث عنا عن حرمة الربا خطورة التعامل فيه لما حكى انه لا ربا وان ربا العباس بن عبد المطلب موضوعا كله هون بيّن انه الربا حرام انه الربا حرام عنا برضه في قضية مهمة ثانية يتحدث عنها اللي هو كان ابطال عادات سيئة عند العرب في الجاهلية اللي هي متصار لما كانوا يقتلوا نفس بغير حق مقابل نفس اخرى قد قتلت ثالث شيء دع الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبته الى احترام النساء ان يعطوا حقوقهم احنا بنعرف كانوا بالجاهلية المرأة حقوقها مهضومة طبعا بعدها الرسول عليه الصلاة والسلام ادى مناسك الحج هو والمسلمين بعدها رجعوا بعد تأدية مناسك الحج رجع الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمين الى المدينة المنورة رجعوا للمدينة المنورة احنا بنعرف انه الرسول كانت اخر غزوة غزاها كانت يوم تبوك كانت يوم تبوك في يوم تبو كانت في السنة التاسعة للهجرة نعرف أن المسلمين انتصروا على الروم بغير قتال بعد ما رجع الرسول عليه الصلاة والسلام أحس بخطر الروم لأن الرسول أحس بخطر الروم أمر أنه يجهز جيش كبير لغزوهم في بلاد الشام إذن شو سبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بتجهيز جيش كبير لغزوهم في بلاد الشام لأنه أحس بخطر الروم إذن لأنه أحس بخطر الروم طبعاً مين كان القائد لهذا الجيش؟ كان أسامة بن زيد طبعاً الجيش لم يغادر المدينة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وقتها مرض شديد لدرجة أنه لم يقوم بالمسلمين في الصلاة وأمر أبو بكر صديق أنه يقوم بالمسلمين إذن الرسول عليه الصلاة والسلام عين أسامة بن زيد قائد للجيش للخروج للروم لقتال الروم وهذا الجيش لم يغادر المدينة لأن الرسول في ذلك الوقت مرضى مرضاً شديد وإن شاء الله رح نحكي في الحصص القادمة إنه الجيش خرج مع الخليفة أبو بكر الصديق بعد وفاة الرسول فبعد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت وفاةه في يوم الاثنين من ربيع الأول السنة الحادي عشر للهجرة إذن رسول عليه الصلاة والسلام توفي يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول في السنة الحادي عشر للهجرة هلأ برأيك يا سادس شو كانت ردة فعل المسلمين بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام طبعاً المسلمين أصيبوا بالخوف والذعر الشديد بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ومنهم من ارتد عن الإسلام منهم ارتدوا عن الإسلام فإجا أبو بكر الصديق اللي هو صديق الرسول عليه الصلاة والسلام خطب بالمسلمين وقال من كان يعبد محمداً فأن محمداً قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حياً لا يموت وبعد هذا الموقف المسلمين هديوا وصاروا يرددوا إنا لله وإنا إليه راجعون الرسول عليه الصلاة والسلام دفن طبعاً في حجرة سيدة عائشة اللي هي أحب الزوجات إليه في المدينة المنورة إذن دفن في حجرة سيدة عائشة في المدينة المنورة والتي أحب الزوجات إليه طبعاً الرسائصات والسلام بدنا نذكر أنه عمره عند وفاته كان 63 سنة 63 سنة كان عمر رسول عليه الصلاة والسلام هلأ خلينا نفتح الأسئلة طبعاً بنحل الأسئلة كاملة على الدفتر هاي أن الإجابات موجودة وأي استفسار أنا جاهزة للتواصل مع الجميع يعطيكم العافية ترجمة نانسي قنقر